أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سليفان أن الولايات المتحدة ستلتزم بمبلغ 55 مليار دولار لإفريقيا على مدار السنوات الثلاثة المقبلة وعشر سليفان إلى أن الالتزام الأمريكي سيشمل قطاعات التنمية والنمو الاقتصادي والصحة والأمن في إفريقيا نعمل عن قرب مع الكونغرس ستلتزم الولايات المتحدة بمبلغ 55 مليار دولار لإفريقيا وذلك على مدار السنوات الثلاثة المقبلة عبر عدد من القطاعات لمواجهة التحديات الأساسية وتستند هذه الالتزامات إلى القيادة والشراكة طويلة الأمل للولايات المتحدة في التنمية والنمو الاقتصادي والصحة والأمن في إفريقيا على مدى العقود الثلاثة الماضية ترجمة نانسي قنقر